اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الامريكي بايدن انتقادا علاني لنتنياهو حمله مسؤولية فشلها بل ورفض التفاوض معه لكنه بشر في الوقت ذاته بانفراجة في ضوء مقترح نهائي وشيك هي الفرصة الاخيرة هل تنجح امام تعنت نتنياهو وتصريحاته امس حول محور فلادلفي في الضفة الامر ليس افضل حالا الجيش يواصل التوغل يقول انه سيستمر ايضا لايام التصعيد مشاهدين يعود للبحر الاحمر بهجمات متزامنة ضد سفن الشحن واوكرانيا وحلفاؤها ينتظرون مفاجأة قد تغير موازين المعركة مع روسيا مفاجأة تقف ايران خلفها طبعا في السودان انحسر الفيضان فكشف عن اهوال الكارثة من قرى مروي نرصد المشهد اهلا بكم اذا مشاهدين هدنة الفرصة الاخيرة يبدو انها علقت بين فكي محور فلادلفي فكل من اسرائيل وحماس ايضا مشاهدين لديها رأي لا تتنازل عنه بشأنه ولا تقبل حتى النقاش كذلك السؤال يبقى حول ما اذا كانت امريكا تستطيع تنفيذ ما اسمته بهدنة الفرصة الاخيرة التي تحدث عنها الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس وباتفاق ربما بات وشيكا مشاهدين هذا هو محور فلادلفي او ربما هي الشوكة العالقة في الخطة النهائية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة بين الحكومة الاسرائيلية وبين حركة حماس لكن مقتل ستة اسرى كانوا محتجزين لدى حماس واسترجع ايضا جثثهم من احد انفاق قطاع غزة عقد المسألة على الولايات المتحدة الامريكية وهي التي كانت على لسان الرئيس الامريكي جو بايدن تمهد لصفقة مشاهدين كانت خطوطها العريضة على وشك الانتهاء في الاسابيع المقبلة لا سيما ايضا وان بايدن ترك الكرة في ملعب نتنياهو متهما اياه بانه لا يفضل جهدا كافيا للتوصل الى اتفاق لاطلاق صراح المحتجزين بل وقال لا تفاوض مع نتنياهو تصريح بايدن مشاهدين سرعان ما اغضب نتنياهو الى جانب التظاهرات والاضرابات ايضا مشاهدين التي اتسعت في القدس وفي تل ابيب زاد ايضا في عناد نتنياهو الذي قال انه لن يتنازل عن محور فلادلفي فها هو هنا قد عقد مؤتمرا صحفيا جدد فيه التأكيد على ان اسرائيل لن تنسحب من محور فلادلفي كما يؤشر في هذا المؤتمر لا اثنين واربعين يوما ولا اثنين واربعين عاما هناك ثلاثة اهداف للحرب تمر عبر مكان واحد ممر فلادلفي قتلت حماس ستة من رهائن نابدة من بارد لذا بعد هذه الجريمة المروعة لا اعتقد ان احدا سيأتي سيأتي شخص جاد ويقول الان قدم المزيد من التنازلات انت لست جادا حماس جادة لا اصدق ان هذا حدث لا اصدق ان اي شخص يفكر بهذه الطريقة ولا اصدق ان رئيس بايدن قال ذلك بالفعل هنا تجد الادارة الامريكية مشاهدين نفسها حائرة بين الضغط او الانسحاب من دعم اسرائيل الخيران معقدان بالنسبة لها المحللون ماذا قالوا انها في موقف سيء للغاية سيتعين على ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ان تكون اكثر قوة وان تجبر نيتنياهو على قبول الاتفاق او سيتعين عليها الانسحاب من دعمها لاسرائيل وهو خيار يبدو صعبا لكن الرئيس الامريكي مشاهدين يعتزم اطلاق مقترح نهائي معدل للدفع بالصفقة اكثر مبشرا بهدنة وشيكة لكنها قد تكون الفرصة الاخيرة وفي اطار الضغط على نيتنياهو حاصر الاف الاسرائيليين مقر حزب الليكود في تل ابيب كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مواقع الاحتجاجات قالت عائلات الاسرى في بيان ان نيتنياهو اثبت انه لا يريد اعادة الاسرى من غزة او ان يضحي بحياته محذرين في الوقت ذاته من ان الاحتجادات ستتخذ مسارا تصعيديا بعد الان من جهته وصف زعيم المعارضة الاسرائيلية يائر لبيد خطاب نيتنياهو بانه تلاعب سياسي لا معنى له مشيرا الى ان نيتنياهو يكذب في شأن محور فلدلف وصوت لصالح الانسحاب منه عام 2005 سواء في الحكومة او في الكنيسة ومن القدس ينضم الينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي زياد مرحبا بك معنا تابعنا الصور قبل قليل لحصار الاف الاسرائيليين لمقر حزب الليكود اشتباكات ايضا بين الشرطة والمتظاهرين عائلات الاسرى ايضا هناك تصريحات مهمة لهم قالوا انهم لا يريدون او ان نيتنياهو طبعا لا يريد اعادة الاسرى ما الموقف بهذا الشأن في اسرائيل حتى الان وتدعيته بطبيعة الحال كما كان متوقعا خطاب لن انسحب من محور فلدلف الذي ساقه نيتنياهو على مدى اكثر من ساعة شرحا وتفصيلا بالامس اثار عاصفة حقيقية شعبيا في الشارع وسياسيا ايضا واعلاميا كان هناك هجوم كبير جدا على نيتنياهو في الاعلام الاسرائيلي اتهم بانه ساق الكثير من الاكاذيب وانه قام بلي عنق الحقيقة في اكثر من واقعه اشلفت قبل قليل ما قاله لبيد عن تصويته لصالح الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 وما الى ذلك لكن المراقبين يشخصون امرين فيما ذهب اليه نيتنياهو في تفسير ما ذهب اليه في نهاية المطاف لم يسق كلمة واحدة جديدة موقفه معروف لا يريد انسحاب من محور فلدلفة اذا لماذا عقد هذا المؤتمر الصحافي الامر الاول لانه يريد ان يكبل نفسه علنا امام الامريكيين امام الاسرائيليين وامام الوسطاء بانه لن يتزحزح في موضوع فلدلفة حتى بثمن انهيار الصفقة وما الى ذلك هذا يختلف عن ان يقول ذلك في الكواليس او في اجتماع داخل الحكومة يستطيع ان يتسل وان يتراجع الم يقنع تبرير نيتنياهو بالبقاء في محور فلدلفة بانه كان يغذي حماس السلاح يدخل من هذا المحور تحديدا وبانه بالسيطرة عليه يحافظ على امن اسرائيل الم يقنع هذا الحديث الداخل الاسرائيلي لم يقنع الداخل الاسرائيلي لاسباب عدة من بينها ان هناك رجلا كان ستة عشر سنة رئيسا للوزراء ولم يقم باحتلال محور فلدلفة ابدا هو بن يمين نيتنياهو رغم انه خاض ثلاثة حروب على قطاع غزة الامر الاخر الذي يتساءل عنه الاسرائيليون ورأيت بن يمين نيتنياهو يحاول الافلات من الاجابة على هذه الاسئلة اذا كان هذا المحور استراتيجيا ومهما الى هذه الدرجة لماذا تلكأت اسرائيل في احتلاله ثمانية اشهر كاملة لماذا لم تقم منذ اللحظة الاولى عندما قررت اجتياح قطاع غزة ان تبدأ بمحور فلدلف ومعبر رفح الامر الاخر الذي يشار اليه في اسرائيل بان 90% من ذخيرة حماس تصنع محليا ما تطلقه حماس من صواريخ على تل ابيب ليست صواريخ ايرانية في معظم الاحوال وانما مقادم 90% وما الى ذلك كلها مصنعة محليا الانتقاد الاساسي الذي كان بالامس في الصحافة الاسرائيلية لنتنياهو لماذا نسي الخارطة الاهم خارطة حقائب الاموال النقدية التي كان يدخلها لقطاع غزة الاموال القطرية وكان عمليا دائما يتمسك بهذا الموضوع لان هناك تحسين للاقتصاد وهذا قد يكون يمنع اي حرب مقبلة على اسرائيل شكرا جزيلا لك من القدس مدير مكتبة العربية في فلسطين زياد حلبي ينضم الينا من جنين الدكتور ايمان يوسف السادة الدراسات الدولية في الجامعة الامريكية في جنين دكتور ايمان مرحبا بك معنا بايدن بالامس قال بانه لن يتفاوض مع نتنياهو بل مع فريقه التفاوضي نتنياهو يقول لا اصدق هذه التصريحات التي اسمعها عن بايدن فيما يخص التفاوض معه والعلاقة مع اسرائيل كيف يمكن ان نفهم هذا الموقف نعم تحياتي لكم والاستاذ المشاهدين والمشاهدات انا برأيي رغم يعني الصورة الاخرى انه شكل من اشكال الضغط على نتنياهو لاجباره للدخول في صفقة وان الولايات المتحدة الامريكية ستمارس ضغوط اكبر في المستقبل الا ان هذا الخطاب من بايدن ايضا فيه الكثير من الضغط لا اريد التفاوض مع نتنياهو يعني ساضع ربما شروط اكثر وضغوط اكثر على حركة حماس بمعنى وهذا ما ظهر لاحقا حتى في بعض التقارير ان المشكلة حاليا عندها الصنوار وعليها ان يبدي الكثير من المرونة والليونة وبالتالي اعفاء اسرائيل من اي يعني ضغط مستقبلي كان الكل يتوقع او البعض كان يتوقع ان الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان تصل الى مرحلة تفرد فيها بعض العقوبات على اسرائيل مثلما فعلت مريطانيا لكن الرئيس الامريكي ولا الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة يستطيع الضغط عليه طبعا في خضم الدعاية الانتخابية وفي خضم الاستعداد للانتخابات الامريكية في 5 نوفمبر القادم لذلك التفاوض معه ومع فريقه يعني بمعنى الرجوع الى المصريين الى القطريين التشاور مع الوافد التقني ربما لعداد خطة بديلة نعم وسطاء الذين يحاولون تقريب وجهات النظر ويحاولون ايضا ان يدفعون باتجاه هذه الصفقة لكن دكتور يعني في ظل هذا الخلاف على الاقل كما نشاهده بصورته العامة كيف يمكن يعني كذلك ان يبشر الرئيس الامريكي جو بايدن بان هناك اتفاق قريب اتفاق وشيك ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها تحدث عن الاتفاق وشيك منذ محادثات الدوحة الاخيرة كما تعلم دكتور ايمن هل هذا عملي؟ هل هذا متوقع الآن في ظل هذا التعنت من قبل نتنياهو؟ ايضا حتى من قبل حماس التي ذكرت المصادر انها سترفض الاقتراح الامريكي المعدل الجديد نعم في اشكالية كبرى وانا هذا سميته دبلوماسية التفاوض من اجل التفاوض وهذه دبلوماسية العلاقات العامة ودبلوماسية الاتصال الاستراتيجي اغلب المسؤولين الامريكان الذين يظهروا امام الكاميرات يكونوا متفائلين الى درجة منقطعة النظير يوزعون الابتسامات والتصريحات وكأن الاتفاق غدا وكما تفضل نسمع عبارة هذه الفرصة الاخيرة وفي هناك حقوق لعملية سياسية واسعة منذ تقريبا سبعة الى ثمان شهور لذلك لا اعتقد ان الرئيس الامريكي بتركيبته الحالية سواء على الصعيد الشخصي او حتى على الصعيد البروكراطي والسياسي قادر على فرض رؤية على نتنياهو البارح نتنياهو وضع العرب تماما امام الحصان وبالتالي ظهر بموقف وكأنه اللعب السفري تماما لن يتنازل وبالتالي التصريحات الامريكية تأتي في سياق تمرين العلاقات العامة تمرين دبلوماسية التفاوض تمرين الدبلوماسية المتفائلة فيها رسائل طبعا ممكن للعرب والمسلمين الدعاية الانتخابية تحاول ان توازن بين اصوات اليهود واللوب اليهودي وطبعا الاصوات الاخرى المؤيدة للفلسطينيين أخيرا دكتور ايمان نتنياهو امس قال بان اليوم التالي في غزة هو ما بعد القضاء على حماس كنت سمعته في المؤتمر الذي خرج به يوم امس هل يعني هذا ان صفقة التبادل وما يتم الحديث عنه من اتفاق وشيك بات في حكم المجهول باختصار نعم نعم اتفق تماما باتت في حكم المجهول قرر عبارة القضاء على حماس وفي عبارة اخرى ان تكون حماس بعيدة عن السلطة وعن الحكم وكأنها هدف سهل وبالتالي هذه العبارة فضفاضة زئبقي يعني لا يمكن طبعا الروكون اليها او الاعتماد عليها يمكن لناتنياهو ان يتنازل ربما في حالة واحدة اذا خسر الشرعي الانتخابي او الشرعي عفوا البرلماني بمعنى ينفصل احد الاحزاب المؤيدة لحزب يعني لحزب اللي يكون اليوم الترجحات تشير ان ريدرعي هو من حزب شاي ربما يكون اكثر هذه الاحزاب المرشحة ربما للضغط لنا تنلقى من الداخل اشكرك جزيلا شكر من جينين الدكتور ايمان يوسف السادة الدراسات الدولية في الجامعة الامريكية في جينين قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ان تعليق بعضي ترخيص تصدير الاسلحة الى اسرائيل لن يكون له تأثير ملموس على امن تل ابيب اضاف بان تمسك بلاده بالتزامها بالدفاع عن اسرائيل وكانت الخارجية البريطانية قد اعلنت تعليق 30 ترخيصا لتصدير الاسلحة لاسرائيل من اصل 350 مبررة قرارها بوجود خطر واضح من امكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي نشاطنا مستمرة في بعض الفاصل ايضا الجيش الاسرائيلي يقتحم نابلس وطول كرم ويدفع بتعزيزات لجينين لدينا ايضا التوتر يعود للبحر الاحمر هجمات تستهدفون ناقلات نفطن موسيقى حياكم الله من جديد تواصل اسرائيل التصعيدة في الضفة الغربية وكالة الانباء الفلسطيني افادت باقتحام القوات الاسرائيلية مخيم بلاطا شرقي نابلس وطول كرم ومدن اخرى وقتل شاب فلسطيني واصيب اخر برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه طول كرم فيما اصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة اسعير ومخيم الفوار بمحافظة الخليل ودفع الجيش الاسرائيلي بمزيد من التعزيزات لجنين ومخيمها حيث يواصل تدمير البنى التحتية الى جانب تفجير المنازل هذا وقدم الجيش الاسرائيلي توضيحا مبدئيا حول الوضع في شمال الضفة الغربية مشيرا الى ان عملياتهم العسكرية ستستمر لأيام اضافية بحسب تقييمهم للوضع ميدانيا واكد الجيش ايضا بانه لن يتوقف عن تنفيذ عمليات عسكرية معقدة في مخيم جنين حيث تم تدمير طرق مفخخة تحوي اكثر من 30 عبوة ناسفة وافدت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش يسعى الى تغيير سياسته في الضفة معتبرا ان مناطقها اصبحت ساحة عمليات امنية عسكرية الى جنين معنا من هناك مراسل العربية فالح نصير فالح فالح مرحبا بك معنا في هذه النشرة دعنا نبدأ اولا من التطورات المتلاحقة في مخيم بلاطا في نابلس ما الذي يحدث هناك بالاضافة ايضا الى طول كرم والحديث عن مقتل فلسطيني اصابة اخرين ايضا نايف العملية العسكرية مستمرة لليوم السابع على التوالي في مدينة جنين ومخيمها وكانت هذه العملية التي اطلقتها اسرائيل على منطقة شمال الضفة الغربية استهدفت مدينة طباس ومخيم الفارعة وكذلك مخيم طول كرم ونور شمس بمدينة طول كرم ومخيم جنين والمدينة انتهت العملية في الفارعة بعد يومين بعد ثلاثة ايام في طول كرم لكنها تستمر الان في جنين لكن اللافت ان القوات الاسرائيلية عادت بها الامس ودفعت بتأززات عسكرية الى مدينة طول كرم وحاصرت المخيم وتمنع الدخول اليه او الخروج منه فيما يخص مدينة نابلس فذلك يندرج في اطار الاقتحامات اليومية والمتكررة للجيش الاسرائيلي باستباحة المناطق الفلسطينية لكن مدينة جنين ومخيمها يبدو الوضع فيهما صعب للغاية لسيما وان المخيم على وجه التحديد يرزح تحت حصار محكم لليوم السابع على التوالي يمنع الدخول اليه او الخروج منه الجيش الاسرائيلي دمر البناء التحتية في داخل المخيم جرف الشوارع المنازل وكذلك المحال التجارية ومركبات الفلسطينيين يدفع بالمزيد من التأززات العسكرية بالدعاء وجود خلايا مسلحة يصورها الجيش الاسرائيلي بانها كتائب كبيرة ونحن نتحدث عن عشرات الشبان الذين يحملون الاسلحة الخفيفة ويتصدون للقوات الاسرائيلية ويقومون بزرع العبوات الناسفة بدائية الصنع لكن ذات المفعول الكبير لذلك أعلن الجيش الاسرائيلي بان عملياته العسكرية مستمرة وانها ستطول اياما اخرى وقال انه قتل 14 فلسطينيا وصادر عدد من قطع السلاح وعتقل 30 مطلوبا وكذلك صادر عبوات ناسفة وكتشف مخبأ للاسلحة في داخل المخيم حسب ما يدعي الجيش الاسرائيلي بالطبع اشكرك جزيلا شكر من جيني المراسل العربية فالح نصير فالح على كل هذه المعلومات في غزة استادفت طائرات حربية اسرائيلية شرقي مدينة غزة وفي جنوبها ايضا قصف الجيش خيمة نازحين بالقرب من سجني اصدى القديم بخان يونس بمروحيات الاباتشي كما شنت القوات غارات في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج بالاضافة الى قصف غرب مخيم النصيرات اما في شمال القطع فقام بعمليات نسف مباني سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة اعلنت وزارة صحة الفلسطينية تلقي نحو 160 الف طفل فلسطيني الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لشلل الاطفال في مناطق وسط قطاع غزة فيما ستواصل الفرق الطبية ومنظمة الصحة العالمية واليونسف ايضا والانروا حملة التطعيم في الخامس من سبتمبر في خان يونس ومناطق مجاورة لتبدأ بعدها حملة التطعيم في مدينة غزة والشمال يوم التاسع من سبتمبر الحمد لله انا سعيدة اني طعمت اطفالي ضد شلل الاطفال عشان ما سبهم مش اي مكروه لابو الدام ان شاء الله اهمية اهمية كبيرة جدا للطفل فضروري احنا نطعم بالتطعيم هذا لكل اشي يعني للي جاينا طبعا اللي جاينا صعب جدا لقاح نفيش عبد الرحمن لانه عبد الرحمن اكتسب جسم المرض واخد الفيروس واسرت عليه والامراض الجلدية هادي مكشرة بشكل مش طبيعي بين الاطفال بين الخيام بين النازخين بالاسف الحرب حكبت علينا ان عبد الرحمن يعيش بهذه الصورة سيئة بالنسبة لاننا احنا بدنا ورد في الحرب انا كلما بنتزح وبطلع حادي اكبر هام بالنسبة لاننا اعلن الجيش الامريكي ان جماعة الحوثي هاجمت ناقلتي نفط خام في البحر الاحمر بصاروخين باليستيين وبطائرة مسيرة وقالت شركة البحر السعودية ان الناقلة امجاد لم تستهدف في البحر الاحمر مشيرة الى الناقلة انها كانت تبحر بالقرب من ناقلة اخرى تعرضت لهجوم واكدت شركة البحر السعودية في بيان ان الناقلة امجاد لم تكن مستهدفة ولم يلحق بها اي اضرار او اصابات البيان اوضح ايضا ان الناقلة ما زالت تعمل بكامل طاقتها وتتجه الى وجهتها المخطط لها دون انقطاع بعد الهجمات الحوثية الاخيرة مشاهدين اكدت القيادة المركزية الامريكية في بيان انها دمرت خلال الساعات الماضية مسيرة حوثية وزورقا مسيرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقالت القيادة المركزية الامريكية انها اتخذت هذا الاجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امانا انحسرت سيول السودان لكنها كشفت عن حجم الكارثة كارثة كبيرة مشاهدين بيوت طمرت وشوارع دمرت بفعل الفيضانات السكان بلا مأوى في معظم القرى التي اجتاحتها الانطار من مروي العربية ترصد الاضرار من هنا مرت اعنف موجات السيول على قرى محلية مروي انحسرت المياه فتكشف حجم الكارثة تتفقد هذه الاسرة وسط الانقاض ما تبقى من حطام البيت فاليوم لا منزلة ولا مأوى غير بعيد يتجدد الامل وسط هؤلاء الشباب في الظفر باي شيء لم تأتي عليه السيول داخل منزلهم منطقة القرير بامتداداتها المختلفة غيرت السيول من واقع سكانها يتعز خالي الشقوري بعد فقدانه لبيته بما تبقى من اشجار نخيل لم تسلم هي الاخرى من الاضرار خريف هذا العام والتغير المناخي فرض تحديات جدية على سكان الشمال السودان كل متى على البيت اغلبوا مشى مع السين نزل البحر يعني فهذه واحدة من الحاجات المساوية طول اليوم نحن في تحدي بتاع مطر مبانين هنا اصلا ما مهيال للمطر ولا انواع مزروعاتنا زي النخيل مهيال للمطر يعني نحن تحدين الان تحدي صحاح بيئة يعني الان بدت تتوالد انواع من الزباب انواع من النامس والامر هذا سنقلنا لكارثة تانية هنا وجه اخر من اوجه كارثة السيول بالولاية الشمالية مساحات زراعية شاسعة التحرك نحوها يتم فقط عبر هذه الوسيلة نحن الان وسط مشروع القرير الزراعي احد اكبر المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية موجة السيول والامطار الاخيرة اكتاحت مساحات واسعة من هذا المشروع يضم مشروع القرير ثلاثة الاف فدان زراعي خسائر فادحة تكبدها المزارعون بعد ان غمرت المياه معظم الحقول والبساتين وبقاء المياه على هذا النحو وسط مناطق سكنية قد يفاقم من معاناة السكان نزار البكداوي العربية منطقة القرير شمالي السودان مباشرة الى مؤتمر صحفي تعقيده وزارة الخارجية الفلسطينية مع ضعي سلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين لاطلاعهم على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل في ضفة الغربية ما بين الكولونيالية والاحتلال من جهة والامن والسلام من جهة تانية هذول التنين ما بمشوا مع بعض اما ان يستمر الاحتلال البغيد وحرماننا من حقنا في تقرير مصيرنا وبانتحاك صارخ للقانون الدولي او يعم السلام من خلال تقريرنا لمصيرنا وحل الدولتين والاحتكام للقانون الدولي يعطيكم العافية مرة اخرى التقينا في الدبلوماسيين والقناس المتواجدين هنا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية لاطلاعهم على حقيقة ما يجري على الارض من الدماء التي تسيل من البنى التحتية التي هدمت من المباني من وجع امهات واطفال ونساء مخيمات الشمال تحديدا مخيم جنين مخيم تول كرم مخيم نور شميس ايضا طلبنا كل الدبلوماسيين للضغط على حكوماتهم حتى يوقفوا هذا العدوان وحتى تصل الرسالة الحقيقية الى المجتمع الدولي ان كل مشروع حل الدولتين يكاد يسقط بالاجراءات الاحتلالية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف حكومة نيتانياهو وكل الممارسات التي تجري على الارض هي فعلا لضم الضفة الغربية وعدم الاعتراف بالوجود الفلسطيني وايضا اكدنا لهؤلاء الدبلوماسيين وللقناصل ان العقيدة الاتلافية لهذه الحكومة هي يريدون الفلسطيني اما ميتا او مستسلما يعمل في مستعمراتهم او عليه الرحيل وكل ما يجري يثبت هذه الحقيقة ان دولة هذا الكيان تريد دولتها ان تكون من البحر الى النهر وعلى الفلسطيني ان يرحل او يموت او يستسلم وشكرا لكم مساء الخير للجميع عن اللي احنا اليوم جينا نكن لهم الصورة الحقيقية على كل ما يجري على ارض الواقع في مدينة جينيب ومخي اذا تابعنا وياكم مشاهدين جزء من هذا المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية الفلسطينية مع عضاء السلك الدبلوماسيين المعتمدين طبعا لدى فلسطين شرطنا مستمرة فيها بعد الفاصل هجوم روسي عنيف على اوكرانيا الاخيرة تسقط سبعا وعشرين مسيرة لدينا ايضا يوم العمال الامريكي يشعل التراشق بين ترامب وهرس احياكم الله من جديد بينما تواصلوا كييف توغلها في كورسك تتصدى لهجمات روسية عنيفة وزارة الدفاع الاوكرانية اعلنت ان انظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكنت من اسقاط سبع وعشرين من اصل خمس وثلاثين مسيرة اطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية مشيرة الى ان القوات الروسية استخدمت ثلاثة صواريخ باليستية وصاروخا موجها في الهجوم الذي جاء في وقت تواصل فيه كييف توغلها في اقليم كورسك الروسي هذا وقتل شخصان في الهجمات الروسية على منطقة زابوريجيا جنوبي شرق اوكرانيا بينما قتل شخص ثالث في هجوم صاروخي على مدينة دينيبرو ومعنا من كييف مراسل العربية حذيف عدر حذيف مرحبا بك معنا في هذه النشرة الحديث عن مقتل ثلاثة اشخاص جراء طبعا هجوم روسي جديد على اوكرانيا الحديث هنا عن العاصمة كييف وما حولها ايضا طبيعة الموقف ميدانيا كيف يمكن الوقوف عليه نعم في الحقيقة يعني الهجوم الصاروخي وايضا بيئة المسيرات استهدف عدد من الولايات الاوكرانية العاصمة كييف بالاضافة الى دينيبرو بيتروفسك وخرسون وخاركيف وبلطافا وسومي كل هذه المناطق تم استهدافها من قبل قوات الاتحاد الروسي اسقطت الدفاعات الجوية سبعة وعشرين مسيرة من اصل خمسة وثلاثين وكذلك ثلاثة صواريخ صاروخين من طراز باليستي وايضا صاروخ موجه كي اتش خمسة وخمسين وخمسة وتسعين هذه الهجمة طبعا كان هناك عدد من الاثار نتيجة هذه الهجمة ايضا في دينيبرو بيتروفسك كان هناك قتيل وجرحة وكذلك في منطقة زاباروجا في منطقة خرسون ايضا قالت هيئة الطوارئ الحكومية انها انهت اعمال يعني رفع الانقاض عن الفندق الذي تم استهدافه من قبل قوات الاتحاد الروسي في وقت سابق وارتفع عضد الضحايا في هذا الفندق يعني هناك قتيل اخر وجد تحت الانقاض اذا سمحت لي سوف اترك الكاميرا تتجه نحو هذا الاتجاه وواصل الحديث اذا شاهدت معي هذه الاعلام الموجودة هنا في ميدان النصر بوسط العاصمة الاوكرانية كييف في بداية الحرب يعني دعنا نقول بعد ستة اشهر من الحرب بدأت هذه المبادرة بوضع الاعلام للأسر التي فقدت يعني اقرباءها في هذه الحرب وكان العدد قليل جدا الآن اذا شاهدت في الصورة عدد كبير جدا وهذا يشير الى عدد ما تفقده اوكرانيا بشكل مستمر في هذه الحرب هذا فقط هنا في هذا الموقع هناك عدة مواقع مثل هذا الموقع في كل مدن اوكرانيا زرنا كثير من المقابر التي يدفن فيها الجنود وهناك عداد هائلة من القتلى فالفقد كبير بشكل يومي ومستمر تأتي طبعا ايضا الاسر الى هنا لوضع بعض التذكارات والصور وايضا لوضع الاعلام سواصل الحديث حول الوضع في الجبهة في منطقة دينيسك على وجه التحديد هناك في منطقة باكروفسكي الهجوم الاكبر في هذه المنطقة هناك خمسة وخمسين اشتباكا جرى في الاربعة وعشرين ساعة الماضية فقط في اتجاه باكروفسكي ولكن بشكل عام في الجبهة كان هناك مئة وخمسة وسبعين اشتباكا قتاليا بين القوات الاوكرانية والقوات الروسية واستطاعت القوات الروسية ان تتقدم في منطقتين في دينيسك بالقرب من نيويورك وكذلك في منطقة بريش روستوروفسكا شكرا جزيلا لك من كييف مرسل عربية حديف عادل على كل هذه المعلومات والتفاصيل نبقى في اوكرانيا مفاجأة جديدة في هذه الحرب مشاهدين قد تعطي صورة مختلفة في ميدان المعركة مع اتجاه طهران مع اتجاهها نحو تزويد موسكو بصواريخ باليستية لأول مرة وفق ما تحدثت عنه شبكة بلومبرغ والتسليم قريب وقريب جدا الصواريخ الباليستية مشاهدين هذه الصواريخ الباليستية مقابل مقاتلة سوخوي المتطورة هذا هو شكل التعاون العسكري الجديد بين روسيا وإيران والذي يتم في كثير من الأحيان بطريقة خفية وفق ما نقلته شبكة بلومبرغ نقلا عن مسؤولين أوروبيين حجم الدفعة والإطار الزمني أيضا لا يزالان طبعا غير واضحين لكن يكثر الحديث عن منظومة صواريخ فتح 360 التي تطلق صواريخ باليستية تكتيكية يصل مداها الأقصى إلى 120 كيلو مترا هذه الصواريخ مشاهدين ستساهم بشكل كبير في تغيير خريطة المعارك خصوصا وأن هذا النوع من الصواريخ موجه بالأقمار الصناعية وتبلغ سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الصوت هذا هو ما تحتاجه موسكو حسب التغطيرات مشاهدين في هذه الفترة كي تضرب أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وكي توقف التوغل أيضا إلى داخل فناطقها الحدودية هنا في كورسك والتي طبعا كما نعلم دخلتها أوكرانيا خلال الفترة الماضية إلى جانب تحقيق الهدف بالنسبة لروسيا الأكبر وهو السيطرة الكاملة على دونتسك وفق مراقبين مشاهدين فإن روسيا ستعمل على تعزيز ترسانتها العسكرية لمواصلة حربها على أوكرانيا معتمدة على طهران تقارير غربية تحدثت سابقا عن إرسال مئات المسيرات إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف داخل العمق الأوكراني لكن في المقابل روسيا مشاهدين قامت بتزويد طهران بتكنولوجيا متطورة سمحت لها بتطوير قدراتها في مجال الأقمار الصناعية ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن سيد وجدان مرحبا بك معنا في هذه النشرة الحديث عن تزويد روسيا بصواريخ باليستية إيرانية يصل مداها تقريبا إلى 120 كيلومترا كما تقول بعض التقارير الغربية أولا إلى أي مدى هذه المعلومات دقيقة ولماذا ستزويد طهران موسكو بهذا النوع من الأسلحة ما ثمن من مقابل تحياتي لك أستاذ نايف ولمتابعكم فيما يتعلق بهذه الصفقة هو ليس بجديد وفقا للاتفاقية ما بين إيران وروسيا المنعقدة في 2001 وانتهت في 2020 ومن ثم بشكل تلقائي تمدد هذا الاتباق لخمس سنوات أضافية لكن فيما يتعلق بموضوع صفقة الصواريخ في 15 يناير الماضي كان هناك اتصالا هاتفيا ما بين سيرجي شكووب وأيضا أشتياني في فترة حكومة إبراهيم رئيسي ومن ضمن هذا الاتصال هو تزويد روسيا بهذه الصواريخ لكن تم تأخير وكان من المفترض أن تستلم روسيا هذه الصواريخ في الربيع الماضي لكن تأخرت لذلك أعتقد أنه موضوع الصفقة خاصة في ظل التعاون الاستراتيجي الذي أصبح أكثر الحاحن ما بين روسيا وإيران وأيضا وعود روسيا بتسليم إيران مقاتلات وأيضا مروحيات متطورة إضافة إلى الدفاع الجوي أو المضادات الدفاعية من طراز S-400 التي تحتاجها إيران بشكل غوي رغم بين النفي والتأكيد بأن إيران استلمت هذه الدفاعات لذلك أعتقد أنه من المؤكد بأن إيران مقابل هذه الصفقة الثمينة التي كانت تنتظرها منذ زمن طويل وهذا واضح هذه الدفاعات خاصة في ظل استهداف إسرائيل لدفاعات إيران S-300 والتي لم تكن تستطيع الدفاع عن المنشآت النووية الإيرانية لذلك إيران ستريد بالمقابل لدعم روسيا بصواريخ للدفاع الصواريخ الباليستية لروسيا رغم أنها سبغة وكانت تمهد روسيا بألاف وليس مئات بألاف المسيرات وأيضا القذائف لذلك أعتقد أن هذا الأمر وارد جدا بالفعل أن تسلم إيران هذه الصواريخ طيب سيد وجدان هل تسمعني بشكل جيد الآن؟ نعم نعم حاولت أن أقاطعك في أكثر من مناسبة لكن يبدو أن صوتي لا يصل إليك دائما هذه بسبب طبعا الاتصال بالإنترنت السؤال اليوم سيد وجدان لأي مدى هناك قلق من هذه المسألة في أوروبا تحديدا من أن تزود إيران روسيا بهذه الصواريخ الباليستية بالمسيرات كما حدث خلال فترة ماضية وبالفعل استخدمتها في حربها ضد أوكرانيا وصلت بها إلى العاصمة كييف كما تعلم مقابل أن تزود روسيا طبعا طهران بطائرات سخوي الروسية المتقدمة أو منظومة الصواريخ S-400 لأي مدى هذا يشكل قلقا بالنسبة لأوروبا؟ بكل تأكيد سيشكل قلقا للدول الأوروبية لأننا نعرف بأن الدول القربية بذلت أقصى الجهد لدعم أوكرانيا وتزويدها بالسلاح بحيث حتى تم تزويدها بمقادلات F-16 وهذا يدل مدى أهمية أوكرانيا للدول القربية لتصدي المشروع الروسي الذي يعتبرونه تهديدا للدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تزويد إيران بهذه الصواريخ بكل تأكيد سيلاقي ردت فعلا قربية تجاه إيران سبقا والدول القربية أيضا هددت عندما سلمت إيران المسيرات أذن هذه المرة في ظل الصواريخ بكل تأكيد سيكون هناك ردت فعلا أكبر أشكرك جزيلا شكر من لندن الباحث في الشأن الإيراني سيد وجزان عبد الرحمن شكرا بدأ الموسم الدراسي في بعض أقاليم روسيا بشكل غير اعتيادي أصبحت الدراسة مشاهدين في المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا عن بعد أنها تشهد أوضاع خطيرة إثر تغل الجيش الأوكراني في إقليم كورسك وقصفه المستمر لمقاطعتي بلغرود وبريانسك العربية زارت إحدى مدارس كورسك ووثقت الأوضاع الأمنية هذا هو حال المدارس في مدينة كورسك في أول يوم دراسي نزل الطلاب الذين التحقوا بمدارسهم للملاجئ فور سماع صفارات الإنذار التي تحذر من خطر الصواريخ انتظروا حتى أعلن زوال حالة الخطر ثم عادوا أدراجهم إلى مقاعد الدراسة انتهت حالة الخطر بعد أن نزل الطلاب والمعلمين والمعلمات إلى الملاجئ والآن انتهت حالة الخطر ويصعدون إلى ممارسة العملية التعليمية مرة أخرى وزارة الثقافة خيرت أهالي الطلاب بين تعليم أبنائهم عن بعد وبين التعليم التقليدي في هذا الموسم نخطط لأسلوب تدريس مزدوج أي بطلب من الأهل يمكن تدريس الطلاب عن بعد فإن كان الأهل في العمل ولا أحد سيبقى مع الطلاب لضمان أمنهم فيمكنهم الحضور إلى المدرسة هذه المدارس فتحت أبوابها للطلاب النازحين حيث يكمل النازحون من الأساتذة تدريس طلابهم في ذات المجموعات الدراسية التي كانت تضمهم في صفوف مدارس سوجة على سبيل المثال هنا يتم تأمين العمل لأسادذة سوجة وبشكل عام طلابنا يدرسون عن بعد وذلك لضمان الإبقاء على التشكيل الدراسي بحيث يعمل النازحون من أسادذة وطلاب معا بالشكل الذي تعود عليه قبل النزوح المدرسات هنا أوضحنا لنا كيفية تدريس الطلاب عن بعد وأكدنا حاجتهن لاتخاذ الاحتياطات الأمنية عندما تبدأ صفارات الإنذار يعمل المعلم على إجلاء الطلاب الذين اختاروا التعليم التقليدي إلى مكان آمن أما من اختار التعليم عن بعد فيمكنه حضور نفس الدروس من خلال الحاسوب وعبر برامج خاصة النازحون وسكان المدينة يعانون من الظروف التعليمية الصعبة ذاتها وإن تفاوتت المصاعب إذن تستمر الحياة في مدينة كورسك على وطيرة الحرب جنود في الجبهة وطلاب في المدارس وقصف ومسيرات تجوب السماء المقاطعة وضع قد يستمر لعدة أشهر وسط احتمالات الحرب المتغيرة من إحدى مدارس كورسك رائد الأخبر لقناتي العربية والحدث خلال كلمتها رفقة الرئيس الأمريكي وبمناسبة يوم العمل انتقدت كامال هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية منافسها دونالد ترامب وقالت في تجمع للناخبين من الطبقة العاملة في بنسلفينيا إن السباق الانتخابي سيكون متقاربا حتى نهايته نعلم أن هذا السباق سيكون متقاربا حتى نهايته لذا دعونا لانول اهتماما كبيرا لهذه الاستطلاعات ونعلم أيضا كيف يكون الأمر عندما تكون الطرف الأضعف ونحن الطرف المستضعف ولدينا عمل شاق من جانبه اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بأنه كان السبب وراء الكثير من المشاكل التي أثرت على الأمريكيين وهو لا يهتم بالأشخاص الذين بنوا الاقتصاد الأمريكي لقد أحرزنا الكثير من التقدم وسأعمل أنا وهارس على تعزيز هذا التقدم سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة أنا لا أمزح عندما أقول هذه ليست مزحة وقلت هذا عند تراشحي في 2020 لم يصدقني الكثير من الناس وأكل هذا في خطر بسبب ترامب فبجرة قلم يمكنه التخلص من أشياء كثيرة هل تعتقدون أن هذا الرجل يهتم بمعاشاتكم التقاعدية أو يفتقد لحظة من نومه بسبب ذلك هل تعتقدون أنه يهتم بالعمل الذي تقومون به ومدى صعوبته أو يهتم بالوظائف ذات الأجر الجيد أو الأشخاص المجتهدين الذين بنوا هذا الاقتصاد أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جولة مشاورات جديدة مع عدد كبير من الشخصيات السياسية بهدف تشكيل حكومة جديدة لوضع حد للفراغ الحكومي المستمر منذ الانتخابات التشريعية من طلع الشهر الماضي وبعد المشاورات بدأت وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث عن فرضية تشكيل حكومة غير سياسية إذا فشل طبعا ماكرون في التفاهم مع شخصية يسارية أو يمينية اليساري الجيد الوحيد بالنسبة لمكرون هو اليساري السابق أما اليميني الجيد فهو المطيع للرئيس كما يقول خصومه ويتساءلون هل يهتم سيد الأليزي فعلا باستقرار المؤسسات أم باستقراره هو على رأسها أبرز من تشاور معهم ماكرون رئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف وهو اشتراكي سابق لا يدعمه اليسار ويرفضه أقصى اليمين وكزافيه بيرتران وهو وزير يميني سابق يعارضه اليسار وأقصى اليمين ولا يدعمه حزبه الدغولي تشاور ماكرون أيضا مع فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي شكليا كرئيسين سابقين ومع أركان حزبه وحلفاء حزبه وقوى سياسية معارضة وإذا لم ينجح في تشكيل حكومة سياسية فهو قد يلجأ أخيرا إلى حكومة غير سياسية وربما يكون هذا هو الهدف الأبعد للرئيس فهو متهم من خصومه بأنه يشاور السياسيين ليخالفهم والتقنيين ليحالفهم بل ليقودهم إذا فشل الرئيس في تشكيل حكومة سياسية فهل ستكون تقنية سؤال يشغل بال الطامحين إلى المناصب أما مانح المناصب وهو الرئيس فيشغل باله فقط كيف سيضمن غالبية برلمانية لأي حكومة مقبلة كي لا تقع في فخ مذكرات حجب الثقة عنها يمينا ويسارا وهنا ستدخل فرنسا في أزمة نظام وهو ما يحاول مكرون تجنبه دون كبير نجاح أقله حتى الآن لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في الفلبين بسبب العاصفة المدارية ياجي فيما أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية في مانيلا والأقاليم القريبة أبوابها أغلقت أبوابها طبعا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم على كالرمي ولطف المتابعة دائما العربية لمزيد من الأخبار والمعلومات هذه النشرة انتهى تعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر